اشتركوا في القناة من تحط القنوات التلفزيونية كلها وتجد دول الاقليم ودول المنطقة قاعد يفقدون نعمة احنا احنا يعني حسيناها في فترة الغزو وهي نعمة الامن والامان وبالتالي هذه النعمة لا يجوز المخاطرة فيها والنعمة زوالها وحنا شعرناها يعني نمنا ببلد وقمنا الصبح ثاني يوم بدون بلد فما اعتقد بان اي مواطن يرغب بالمخاطرة في هذه النعمة لذلك الخروج عن الاطر الدستورية الخروج عن دولة المؤسسات الخروج عن سلطة القانون قد تؤدي بنا الى ما يعني يحدث ويحصل في دول لا نتمنى اللي قاعد يصير فيها صحيح اصراري على ان يكون اعتراضنا اصراري على ان تكون مواقفنا داخل قبة البرلمان ضمن الاطر الدستورية لها علاقة مباشرة بالحفاظ على الامن والامان لها علاقة مباشرة بالحفاظ على استقرارنا لها علاقة مباشرة بالتفكير بعيد النظر انا ما اي اليوم وتصير مواقفي ردة فعل اخي احمد انا زعلان انا معصب اسول لي ابي لا هذا كلام بصحيح انا زعلان انا معصب ما يخالف بس افكر فكر ان في بلد لما اقول ليس لنا خيار ارها البلد لان احنا ما عندنا بلد غير الكويت ولا عندنا ارض غير الارض ولا عندنا اهل غير الاهل ولا عندنا ربع جماعة فهذه يعني تعتقد المشاركة اوجب الان بو علي اعتقد اوجب اعتقد واحترم وجهة النظر والاخرى لكن وجهة نظري ان المشاركة هي الاوجب وهي الاوقع في التأثير نعم واضح هذه بو علي